هل يسبى سبي البغاة؟ هل يقع على نسائهم و ذراريهم السبي أم لا يقع؟ مسألة فقهية هذه، مسألة حلال و حرام حروب أمير المؤمنين عليه السلام كانت فريدة من نوعها لأنها أول حروب البغاة صنفت هكذا في الفقه الإسلامي وجدناه صلوات الله عليه لم يسبى أحدا من نساء محاربيه و مقاتله كما لو وقعت الحرب مع المشركين أو الكفار مثلا فيقع على نسائهم و ذراريهم السبي لو لم ننظر إلى تفاصيل حروب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لما كان لنا أن نعرف هذا الحكم مثلا و غيره من أحكام فلماذا إذن تعللت يا أحمد بن حنبل بهذه العلة الفاسدة؟ أفصح إنك لا تريد للأمة أن تطلع على سيرة علي بن أبي طالب عليه السلام الخلافية السيرة التي فيها تتضح معالم الخلاف المبدئي والجوهري بينه وبين من تسمونهم الصحابة تريدون تصوير علي بأنه كان مع البقية على قلب واحد و كان متوافقا معهم تريدون أن توهم الأمة أن علي و عائشة مثلا متحابين أن علي و معاوية كذلك غاية ما هناك أنه وقعت بعض الإشكالات سوء التفاهم مثلا سوء الفهم فيما بين الطرفين و إلا فهما يقدران بعضهما بعضا و يحترمان بعضهما بعضا بل و يحبان بعضهما بعضا هذه الصورة التي تريدون خداع الناس بها تنسف هذه الصورة و تتبدد متى يوم تطلع الأمة على التفاصيل كتاب صفين المجتمل على روايات صفين مما رواه خلف بن سالم كتاب الجمل المجتمل على روايات الجمل مما رواه خلف بن سالم التفاصيل توضح الصورة حين يرى مثلا في التفاصيل أن علي عليه الصلاة و السلام لما رمت عائشة جنده بالحصباء أجابها قائلا و ما رميتي إذ رميتي و لكن الشيطان رمى إذا عرفت الأمة الإسلامية أن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يعتبر عائشة شيطانة الشيطان يتحكم بها حين تسمع هذه الكلمة الحادة من علي بن أبي طالب في معركة الجمل فإن هذه الأمة حينئذ تعيد النظر في عائشة أولا تتبدد تلك الصورة الصورة الزائفة التي فيها أن علي و عائشة كان متحابين و يقدر بعضهما الآخر هذه تتبدد لأنه سيرى في هذه المعركة قبلياتها و بعدياتها سيرى الموقف الحقيقي لكل طرف انتجاه الآخر هذا كله سيتضح لا يريدون هذا الاتضاح يريدون إبقاء الأمور مشوشة